عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة كان رجل يعيش مع ابنته في بيت له حديقة تفضل يا حج سعيد ألا تقولين يا أبتاه أبدا مثل كل البنات أولا لأنك منذ أنعم الله عليك بحج بيته الحرام وأنت تحب لقب الحاج هذا صحيح وثانيا ثانيا أحب اسمك يا أبي وأجد راحة وفرحة عندما أردده بارك الله فيك يا نجلة وأنعم عليك بالزوج الصالح الذي يقدر صفاتك الطيبة كل ما يأتي به الله خير يا أبي هيا قل بالهناء والشفاء أريده أن أحدثك في أمر مهم إنني أحتاج في تجارتي إلى مبلغ كبير من المال وهناك دين يجب أن أرده في موعده باهز البيت الكبير إذن يا أبي واشتري بيتا صغيرا يفي بحاجتنا سبحان الله هذا ما كنت أود أن أقترحه عليك يا أهل المدينة يعلن الحج سعيد التاجر المعروف عن عرض بيته للبيع وللبيت حديقة كبيرة سبحان الله يا لها من مصادفة يا أهل المدينة انتظر يا حضرة المنادي نحن غرباء أين بيت الحاج سعيد عند ضفة النهر في آخر هذا الطريق سمعت يا أبي بيت يطل على النهر وبه حديقة كبيرة هذا ما كنا نبحث عنه المنزل فسيح ولكن الحديقة غير مثمرة هذا صحيح عملي وتجارتي لا يسمحان لي أن أعتني بالحديقة كما ينبغي ابني متعجب لماذا تريد أن تبيع هذا البيت؟ هل به عيب؟ شاهد البيت بنفسك يا سيد عامر ليس به أي عيب نريد أن نرى حجم هذه الغرفة أأم عذرة هذه غرفة ابنتي وهي بداخلها أبي قل للضيوف أن يتفضل ويعاين الغرفة لا داعي أبدا لا نريد أن نزعجك والآن نتحدث في موضوع البيت كم تريد ثمنا له؟ إنني أعرضه بألف درهم ما رأيك يا بني؟ إنه يساوي الألف وأكثر إذن قبلنا ولو أن الحديقة ستحتاج إلى مجهود كبير الحمد لله وجدنا هذا البيت الصغير بخمسمائة درهم فقط إنه بلا حديقة ولكنه مناسب على كل حال لسنا في حاجة إلى الحديقة يا أبي والأهم أنني رددت الدين الذي علي لصاحبه الحمد لله هذا أهم شيء بالفعل دعلي هذه المهمة يا أبي حسنا ولكن ترفق بنفسك الأرض تأخذ وقتنا في الإصلاح لماذا توقفت يا بني؟ شيء صلب تحت الفأس ربما حجر كبير لا يا أبي انظر كأنها جرة من الفخار إنها بالفعل جرة كبيرة ساعدني يا أبي إنها ثقيلة انظر يا أمجد الجرة مملوئة بقطاع الذهب كنت بأشد الحاجة إلى هذا المال فقد أنفقت كل ما أملك في شراء هذا البيت ولكن هذه الجرة ليست لنا كيف؟ إنها في أرضنا بل في أرض الحاج سعيد الذي باع لنا البيت ولعلها ورث عن أجداده أنت على حق يا بني هيا هيا لنعيدها إلى صاحبها للأسف الشديد خسرت كل ما أملك في التجارة الحمد لله على كل حال من يطرق الباب الآن؟ افتح يا حاج سعيد نحن من اشترينا منك بيتك القديم سأذهب إلى الداخل يا أبي أهلا بكم يا سادة تفضل معذرة جئناك في وقت متأخر وجدنا هذه الجرة من الذهب في حديقتك وهي بالتأكيد تخصك لا إنها ليست لي إذن لأحد من أجدادك فقد كانت مدفونة في حديقتك ولكن الحديقة لم تعد ملكي فقد بعتها لكما مع البيت بعت لنا البيت والحديقة بألف درهم وهذه الجرة تساوي مئة ألف درهم فكيف نستحلها؟ هذا نصيبك ولو كانت من نصيبي لعثرت عليها عندما أملك المكان اسمع يا سيد سعيد لن نستحل شيئا ليس من حقنا خذ وأنا لا أخذ شيئا أبدا بعد أن بعته خذ اسمعي الكلام ولا تعاند يا سيدي أتقول إنني معاند؟ أتسمع قول أبيك يا أمجد؟ نعم وأراه على حق وأنت أيضا؟ إذن لنذهب إلى القاضي نذهب إلى القاضي لماذا لم تحاول يا أبي أن تحل المسألة دون اللجوء للقاضي؟ إنه متمسك برأيه فهل تقبل جرة من الذهب ليست لنا؟ معك حق ألم تجد طريقة لإقناعه؟ حاولت معه كثيرا دون فائدة السيد عامر والسيد سعيد أدخل إلى حضرة القاضي تفضل بالدخول يا سيد عامر لا يصح يا سيدي أنت من جئت أولا لكنك أكبر سنا وضيفنا لن أدخل إلا بعدك هيا حضرة القاضي ينتظر هذه أغرب قضية وردت علي طوال عملي بالقضاء لن أقبل مالا ليس من حقي وأنا كذلك هل لك أولاد يا سيد سعيد؟ لي فتاة واحدة تجلس هناك نعم رأيتها وأنت يا سيد عامر ليس عندي سوى هذا الولد أم جد هل أنت متزوج يا بني؟ لا يا سيدي ليس بعد هل تقبل أن تتزوج بتلك الفتاة؟ هذا شرف عظيم بالتأكيد أقبل وأنت هل تقبلينه زوجا لك؟ الرأي رأي أبي حسنا حلت القضية سيتزوج هذا الغلام الصالح بتلك الفتاة الصالحة وأنفق عليهما من المال وتصدق تحقق دعائي لك يا ابنتي بورك لكما في الزواج وفي الكنز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون في عصر نبي الله العزير عليه السلام وهو أحد أنبياء بني إسرائيل كان يدعو الناس إلى العمل بالتوراة والتمسك بالوصايا العشر التي جاء بها موسى عليه السلام بينما كان أغلب القوم يعيشون حياة فاسدة يسودها الغش والكذب والخداع ستذهب اليوم مع سيدي عزير إلى حديقته هم الجو شديد الحرارة ونحن لازلنا في الفجر كيف يكون الحال عند انتصاف اليوم هم 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 لا تتكاسل ولا تلعب في الطريق ونفذ أوامر سيدي عزير دون إبطاء هذه مدينة الموتع البشر يسمونها المقابر لا أحبها ولا أشعر بالإطمئنان فيها عندما وصل إلى المقابر قال عزير متعجبا من قدرة الله أنا يحيي هذه الله بعد موتها أخيرا ها هي الحديقة أرتح هنا حتى يجمع سيدي ما يشاء من العنب والتين أحس نبي الله عزير بحاجته إلى الظل وبحاجة حماره أيضا إلى الراحة وكان أقرب الظلال لهما شواهد القبور فذهب إليها هل يأكل سيدي الخبز الجاف المبلل في عصير العنب؟ كان نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر يحيره وهو أمر البعض كيف يحيي الله هذه العظام بعد موتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها كان على يقين من قدرة الله ولم يكن به شك فقط كان يتساءل في هذه اللحظة حدث أمر شديد الغرابة مات نبي الله عزير في مكانه مات بهدوء كأنما راح في نوم عميق ومات حماره بجواره دون أن يشعر أحد بهما فأماته الله مئة عام ثم بعثه هل سمعت بنبأ اختفاء العزير؟ نعم سمعت أنه لم يعد من ليلة أمس كثير من المؤمنين بالنبي عزير سيذهبون للبحث عنه هل ستذهب؟ لا لا لن أعطل تجارتي وعملي دون مقابل وأنت؟ سأكون معهم بالتأكيد هل ستبحثون في المقابر أيضا؟ يجب أن نفتش في كل مكان لكن دخول المقابر ليلا أمر مخيف معك حق سنكتفي بالنداء ولو كان نائما فسيستيقظ ويرد علينا سيدي عزير سيدي عزير يا نبي الله لا أحد يجيب ربما كان مصابا لا يقدر على السير ولا يقدر على الكلام أيضا لا تضيع الوقت إنه ليس هنا هيا هيا نبحث في مكان آخر ومرت قرابة المئة عام على اختفاء نبي الله العزير ونسي أكثر الناس سيرته السلام عليك يا ولدي اذهب يا جدتي من هنا صاحب القصر لا يعطي مالا للمحتاجين رحم الله من كان تازيء أرضه اسمعي آيتها السيدة لقد حكيتي لي هذه الحكاية ألف مرة كان هنا مسكن نبي اسمه عزير ولكن هذا منذ زمن مئة عام مهما طالت السنين يا بني الأصل يبقى والخير يدوم أنت امرأة خرفة اذهبي بعيدا لماذا تريد ترضي من هنا إنني أنتظر عودة سيدي العزير أريد فقط أن أطمئن عليه وبعد مئة سنة عادت الحياة إلى نبي الله عزير ووجد أمامه كائنا من نور جليل قال له كم لبثت نائما يا عزير أجاب لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام انظر إلى حمارك يا عزير تأمل ما بقي من تراب عظامه ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعود إلى الحياة انظر كيف يبحث التراب عن التراب ثم انظر كيف يكسوه الجل انهض أيها الحمار الميت منذ مئة عام أمرك أيها الملك الجليل ما هذا طعام سيدي على حاله لم يفسد كيف متنا مئة عام تحول فيها جسدي إلى تراب وبقي عصير العنب على حاله كيف نظر عزير عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال لأعلم أن الله على كل شيء قدير ولما عاد نبي الله العزير إلى القرية كان قد تغير كل شيء فيها يا جدتي أرجوك ابتعدي من هنا ولا تؤذينني بوجودك آه ما الذي يضايقك من مروري ببيت سيد العزير لم يعد بيت سيدك مات عزير منذ مئة عام ونسيه الناس هذا الحمار يذكرني بحمار سيدي كأنه هو يا إلهي ما هذه الريح الطيبة آه لكأن سيدي يقف أمامي ابتسم لها نبي الله قائلا أنا عزير أماتني الله مئة عام ثم بعثني حيا آه صوته لكن كيف لي أن أتأكد لم أعد أره لو كنت سيدي عزير نبي الله ادعوه أن يرد علي بصري دعا عزير ربه اللهم أعد إليها بصرها سيدي إنه أنت إنه أنت الحمد لله الحمد لله سأبشر الناس بعودتك هذا أمر لا يمكن تصديقه لا تنس أن العزير نبي والأنبياء تحدث لهم معجزات وما الذي يدرينا أنه أصلا عزير وليس رجلا مداعيا لقد دعا للعجوز فعاد إليها بصرها هذا ليس دليلا كافيا قد يكون طبيبا ماهرا أو ربما يكون ساحرا ما رأيك يا كبير الحكماء كان العزير يخبئ نسخة من ألواح التوراة في حديقة بيته بحث عنها أجدادنا وبحثنا نحن أيضا عنها فلم نجدها فإذا كان هو نبي الله عزيرا فليخرج لنا التوراة هذا هو الدليل الذي نقبله لماذا جلس الرجل وماذا يكتب؟ يقول إنه يكتب التوراة حتى يضاهيها بالنسخة المخبأة بدأت أثق به نعرف أن العزير كان يحفظ التوراة في صدره سامحنا يا نبي الله كان علينا أن نتأكد من شخصيتك لم يساورني شك لحظة واحدة سبحان من يحيي ويميت عاش العزير معجزة عجيبة سيدي ينهض لقد أتم الكتابة وكيف لنا أن نعرف أنها ألواح التوراة؟ هذا صحيح لن يوجد بيننا من يعرف التوراة انتظر إنه يشير إلى هذه الشجرة الكبيرة احفروا تحتها إنها الألواح ألواح التوراة نفسها نعم إنها التوراة التي ضاعت من صدورنا ما كنا سنعرفها لولا سيدي أوزير نعتذر إليك يا نبي الله سامحنا يا نبي الله وانصحنا بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير رأى الناس بعث الموتى أمامهم وعاد إليهم نبي الله عزير عليه السلام وعاد علم التوراة التي أضاعوها وأهمل العمل بها لم يلتفتوا إلى كل هذا الخير وراحوا ينسجون الأساطير ويرددون الخرافات مدعين أن عزير بن الله تعالى الله علوا كبيرا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قول بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتله الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال اثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات أمرك يا سيد القائد هيا اضر لا تندفعك الثور واحرص على حفظ توازنك ماذرة يا ذا القرنين بتار عقاب أمرك يا ذا القرنين رهن إشارتك أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار أليس الاختبار شاقا؟ من يفشر فيه لا أريده في جيشي واجعلهم أيضا يمشون زحفا بين النيران المشتعلة أمرك يا سيدي لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه من يسقط من التعب يترك الجيش فورا أيها التاجر أريد شيئا من اللحم وليس معي إلا قطعة من الفضة خذ اللحم دون أجر يا عماه دون ثمن بارك الله لك بل ادعو لذي القرنين الذي نشر العدل والخير اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس عقاب أين أنت؟ هنا لم أكل منذ الصباح ليس هذا وقت الطعام هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين اجتماع عاجل؟ أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟ بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية استعدوا للسفر سفر آخر؟ لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي ها قد اعترفت معظم وليس كل يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟ إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد الله ابتلاني بالقوة والعلم يرى إن كنت أشكره أم لا وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟ أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم لنسافر غدا إن جئت بل نسافر الليلة سأصحب القائد عقابا والقائد بتارا وجنودهما في الرحلة وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا هؤلاء القوم لماذا يجلسونك المرضى؟ هل نجد لديكم قليلا من الماء لنا وللخيول؟ إننا نكاد نهلك من الضمأ ولا زرع أمامك كيف تعيشون إذن؟ ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟ الماء في هذه الصحراء الجرداء؟ كيف؟ سأنقب لكم عن الماء يمكنكم أن تحفروا هنا الماء يا سيدي لا أصدق عيني نعيش فوق الماء ولا ندركه كيف أشكرك؟ لست أنا من يستحق الشكر بل اشكر من وهبك الخير عمن تتحدث؟ عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة لقد انتهت مهمتنا ألا يمكنكم أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟ هذا قرار القائد ذي القرنين نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم انهض أيها الرجل ولا تنحني لغير الله لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية وبعد أيام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم فصلوا لله واشكروه إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟ إلى الغرب إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة احسموا أمركم الحرب 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 انتظروا أيها القوم لماذا نحارب ذي القرنين؟ إنه رجل صالح وعادل ولم ينهب أرضا دخلها وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟ أنتم خاونة أتباع للغزاة نقتلهم يا سيدي ليس الآن بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقهره نلتفت للخاونة هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مقابلة جيش ذي القرنين؟ أعتقد أن ما هذا؟ زلزال زلزال المصيبة الأكبر إنه جيش الأعداء أيها القوم ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم وإنما جئت لأنشر الخير والعدل ما رأيكم؟ المسألة لا تحتاج إلى رأي نحن نستسلم أيها القائد خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا وتركنا لنعيش ماذا نفعل بهؤلاء القوم؟ احتجزهم حتى ننظر في أمرهم ماذا ترى؟ هل سيقتلنا؟ بالتأكيد سيقتلنا كما كنا نفعل بأعدائنا إنها النهاية سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا سيدي ماذا نفعل بشأن الأسرة؟ سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكونوا عبرة لغيرهم ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة لقد كان القوم كلهم فاسدين فهل نعذبهم جميعا؟ لا الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي لم يكن بوسعهم غير السكوت لم يكونوا قادرين على المقاومة هل نعف عنهم إذن؟ ليس هذا فقط بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه وثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا أنهذ القرنين مهمته وقرر الرحيل فسافر هو وجيشه في رحلة طويلة سيدي لقد استبد بنا تعب يحتاج الجنود إلى الراحة والخيل كذلك مرهم بالتوقف سيد القائد إننا نسير منذ أيام طويلة ولا نعرف وجهتنا إننا نجاهد في سبيل الله يا عقاب وجهتنا كل إنسان على الأرض يحتاج إلى النصح أو المساندة ولماذا نختار الأماكن الوعرة؟ سكان القصور والحدائق ليس في حاجة إلينا بل يجب علينا أن نقومهم إذا تجبروا وأفسدوا في الأرض أما الفقراء فهم ضالتنا التي نبحث عنها صلوا من أجل طرد الأرواح القادمة مع ذي القرنين توقف أيها الساحر إن ذا القرنين لا يؤذي من يسالمه وهو يريد فقط أن يساعد الناس وينشر دعوته يجب أن ندافع عن ألهتنا التي كان يعبدها الآباء والأجداد ندافع؟ إن جيشه لم يهزم من قبل ستعيننا أرواح الآلهة لو كانت هذه الآلهة قادرة على القتال فلتواجه ذا القرنين وحدها ماذا تقول يا حكيم القرية؟ احق دماء أهل قريتي وأحذركم من غضب ذي القرنين ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم يؤدون رقصة التحية ويعبرون عن انتمائهم وولائهم أشكرهم ولكني أريد أن أقول شيئا صمتا أيها الناس إن ولاءنا لله وحده والله لا يفرق في الجزاء بين غني أو فقير أبيض أو أسود أعمالكم الطيبة هي التي ترفع درجتكم عند الله قوموا بترويض الخيول كما علمتكم عندي سؤال يا سيد القائد تفضل كيف تعرف كل هذه الأشياء؟ صيد الحيوانات وترويضها وعلاج الناس وبناء البيوت وزراعة الأرض هذا من فضل الله وحده قد آتاني الله من كل شيء سببا ودلني على طريق المعرفة هل لازلت مصمما على الرحيل؟ لقد أديت مهمتي هنا إذن اسمح لي أن أقترح عليك أمرا ماذا؟ هناك قوم في الجنوب يحتاجون إلى عونك ومساعدتك أتجه إليهم بإذن الله الحرارة لا تحتمل غدا تعتاد الجو الحار هل سنبقى هنا للغد؟ بل سنعسكر ونبقى حتى نعلم سكان هذه الأرض ونفيدهم من فضل الله علينا أي سكان يا سيدي؟ المكان يبدو مهجورا لا يمكن لإنسان أن يعيش تحت هذه الشمس المحرقة إنهم هناك ما أغرب تصرفاتهم؟ يبدو أنهم يحمون أجسادهم من الحرارة الشديدة وأين مساكنهم؟ هؤلاء قوم بدائيون لم يروا مساكن من قبل ولم يعلمهم أحد كيفية البناء وكيف ينامون إذن؟ الأمر يحتاج إلى دراسة مروا الجنود بأن ينصبوا الخيام يسألون عن الخيام أدهشهم شكلها وأرادوا أن يكون لهم مثلها يمكننا أن نترك لهم الخيام وننصرف ستبلى بعد قليل وسيعودون إلى المشكلة نفسها وما الحل يا سيدي؟ نعلمهم بأن يبنوا بيوتاً وأكواخاً تحميهم من حرارة الشمس ونعلمهم أن يحفروا أنفاقاً في الأرض يسيرون فيها أثناء النهار أمرك يا سيدي ولكننا لا نعرف لغتهم سأحدثهم أنا أريدكم الآن أن تصنعوا مناشير ضخمة لقطع الأشجار في الحال يا سيدي وأنت يا عقاب مر جنودك بأن يجدلوا من تلك الأغصان اللينة حبالاً وأن يجمعوا المادة الصبغية من جوف الأشجار يمكنهم هنا تخزين الحبوب والفواكه والمرور إلى الناحية الأخرى من الغابة المهم أن يفهموا الغرض من عمل هذه السرديم احذر وأنت تتحدث أمامهم لماذا؟ لأننا تعلمنا بعض الكلمات علمنا ذو القرنين لغتكم هذا يعلمك يا بطار أن تكون حريصاً في كلامك ألا زلت تعتقد أننا أضعنا وقتنا في هذا المكان؟ سامحني يا سيدي جزاك الله خيراً عنا وعنهم هيا لنصعد وليبيت ليلتهم في البيوت الجديدة إننا لن ننساك يا ذا القرنين أشكرك لا تنسى أن تدعو لي في صلاتك أنا أدعو لك من يدري أينا عند الله أكثر صلاحاً ليست الهدايا في مقامك لكنها أفضل ما لدينا هذا الذهب لا يلزمني ربما يسعد النساء في قبيلتكم هل ترد هديتنا المتواطعة؟ أترك لكم الذهب وأخذ الصندوق الخشبي الذي صنعتموه من أجلي حتى لا أرد الهدية كيف أجدك إن أحببت أن أزورك؟ لا أدري أنا لا أستقر في أرض كما ترى ولكن أحب أن أراك على خير هونجا وعليكم السلام أيها القائد النبيل ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا مضت أيام كثيرة على الجيش حتى وصل إلى منطقة جبلية عجيبة كان هناك جبلان عظيمان يشبهان سدين هائلين نحتتهما يد الزمن في الصخور توقفوا هنا الخيول لا تستطيع أن تصعد أكثر من هذا نعذكر إذن أيها القائد بل نستمر في صعود الجبل كيف؟ إن في ذلك خطورة بالغة أنتم مدربون على التسلق وعلى القتال أيضا في أصعب الظروف لا أظن أن هناك أقواما يعيشون في تلك المنطقة النائية كان هذا نفس ظنك عند مطلع الشمس سنصعد الجبل هل تريد أن تبقى هنا؟ لا يا سيدي لم أقصد إننا دائما أتباعك المخلصون سبحان الخالق العظيم والحمد لله أن منحني شرف السجود في كل بقاع الأرض من صخور الجبال ورمال الصحراء وشواطئ الساحل وأرض الغابات المعشوشبة عاد القائد عقاب ومجموعته من جولة الاستكشاف أين هو؟ اقترب يا رجل اسمح لي يا سيدي أن أعتذر أولا كان رأيك هو الأصوب كالعادة لا عليك هل قابلت أحدا من سكان تلك الجبال؟ رأيت عددا كبيرا منهم ولكن في الحقيقة لم أستطع أن أكلمهم لماذا؟ يتحدثون لغة عجيبة ولا يكادون يفقهون قولا دلني فقط على مكانهم لا تطاردهم سأحدثهم بلغتهم سياناو السلام عليكم يا أهل تلك الأرض جئتكم بالسلام ولا أنوي القتال إنما أريد أن أدلكم على خيري الدنيا والآخرة ماذا يقول القائد؟ لغة لا نعرفها هل يفهمون كلامه؟ بالتأكيد ولكن يبدو أنهم لا يرغبون في الحديث ما أعجب هؤلاء القوم إنهم حتى لم يعطوني الفرصة للتفاهم ومعرفة مشكلتهم تبدو على الغريب علامة الطيبة والصلاح أي تطيبة وأي صلاح؟ إنه مثل غيره يريد أن يفترسنا لو كان من أكلة لحوم البشر مثل يأجوج ومأجوج لحاول أن يمسك بنا لا 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 أظن ذلك وإذا أظهر لنا أنه مفسد وأنه متوحش لن نخسر شيئا إن يأجوج ومأجوج يتناوبون الهجوم علينا ويقتلون منا أعدادا في كل مرة ماك حق هي تجربة خطيرة لكن ليس أمامنا حل آخر لنسرع إلي قبل أن يستيقظ قوم يأجوج ومأجوج من نومهم هيا بنا ابقوا أنتم لحراسة الأطفال والعجائز أين ذهب القوم الذين يسكنون السهل يا جوجة؟ إنني جائع تسلى بتناول الغزلان الجبلية حتى يظهر البشر لا أريد أن أفسد الشاهية أريد لحماً آدمية لا تخاف لن أؤذيكما نشكرك أرجو أن لا تكون من أكلة لحوم البشر ما هذا القول؟ نحن لا نأكل لحم إخواننا هل تعدنا إخوانك؟ بكل تأكيد خلقنا الله من أب واحد هو سيدنا آدم عليه السلام من أين جئت بهذه المعلومات؟ قرأت الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله عليه السلام وأعرف أن نبياً خاتماً سيأتي في القادم من الأيام ليجمع المؤمنين على كلمة سواء لم نر في حياتنا إنساناً مثلك ما اسمك؟ يمكنكم أن تنادوني بذي القرنين صدقونا أيها الناس إن ذا القرنين رجل صالح ولا يريد إيذاءنا لولا حربته التي أصابت زراع العملاق من قوم يأجوج لما كنا على قيد الحياة ربما أعاننا على يأجوج ومأجوج إذا طلبنا منه ذلك وهل تعتقدون أنه سيعيننا دون مقابل؟ لنفترض أنه يريد أجر مقابل حماية أي قيمة لأجر يساوي الحياة لنعطه الذهب أو لنجعل له خرجاً من ثروتنا إنه يستحق اهربوا إنهم قوم مأجوج لا تخافوا أنتم الآن في حمايتي إنك لا تعرفهم يا سيدي إنهم أقوام شرسون لقد رأيت عملاقين منهم إنهم قوم يأجوج أما مأجوج فهم أكثر خطورة كيف؟ هل هم أكبر حجما؟ بل الأصغر ولكن لهم أنياب ومخالب كالأسود المفترسة وهم يهجمون كالبهائم وفي سرعة البرق كم أعداد يأجوج ومأجوج؟ ما استطاع أحد حصرهم أمر عجيب إن محاربة هؤلاء القوم تعني فناء الجيش دون فائدة والعمل كيف نتصرف؟ لقد تصورنا أنك تستطيع مساعدتنا سأفعل إن شاء الله أيها القائد الكريم لقد أحضرنا هذه الهدايا لك ونهدك بأن نعطيك في كل عام أجرا كبيرا أرجوك أن تقبل خذوا أموالكم وهداياكم لست أتقاضى عن عملي أجرا إنما أعمل لوجه الله عز وجل لقد سمعنا من أخبارك الطيبة وأنك تبني المدن والسدود وتمضي في الأرض معمرا مصلحة هذا من فضل الله نرجوك أن تبني لنا سدا يمنع هنأ أزا يأجوج ومأجوج سأبني لكم السد ولكن عليكم أن تعينوني نحن خدمك ورهن إشارتك مرنا ولن تجد منا إلا السمع والطاعة توكلت على الله لماذا لا نهجم على أهل السهول؟ إنهم يختبئون عند الرجل القوي الذي يقود جيشا نستطيع أن نهزمهم ونأكله هو الآخر إن القائد الذي يحمي سكان السهول كثير السفر والترحال غدا يسافر ويتركهم لنا فريسة سهلة نعم نعم أفضل أن لا أجد مقاومة من الطعام الذي آكله آتوني بالحديد ضعوه هناك لماذا لم تستعن بالجنود بدلا من هؤلاء القوم؟ نحن أقوى منهم وأسرع يجب أن يعملوا ليحموا أنفسهم من الأعداء كان بوسعنا أن نقاتل يأجوج ومأجوج مهما كانت أعدادهم ليس من الحكمة أن أقاتل وأعرض آلاف الجنود للموت بينما بإمكاني منع هذا دون إراقة الدماء انصهر الحديد أيها القائد انفخ الآن حتى يصير نارا هل نهدر النحاس المزاب؟ نعم صبوا بالمقادير التي أشرت عليكم بها حسنا هذا يكفي ماذا نفعل الآن؟ هذا دوركم في الراحة ولتأتي المجموعة الثانية للعمل لم نشعر بتعب يا سيدي هذا أمر واجب التنفيذ فلتنصرف تلك المجموعة إلى الراحة هيا أكمل عمل إخوانكم ألا يكفي هذا الارتفاع؟ لا يجب أن يصل إلى آخر الجبل لن يستطيع تسلق هذه المسافة إننا نبني سدا ليعيش إلى ما شاء الله بتار نعم يا سيد القائد هل تأكدت من متانة البناء؟ إنه شديد الصلابة وأملس إلى أقصى درجة هذا ضروري حتى يفشل أهل يأجوج ومأجوج في تسلقه أو نقبه إنك لم تنى القصة من الراحة منذ أيام يجب أن نسرع يا عقاب قبل أن يستيقظ يأجوج ومأجوج ويهاجموننا ما هذا؟ متى بنوا هذا السد؟ هيا لنندفع جميعا ونحطمه آه آه إنه لا يتزحزح اقضفوا بكرات النار النار ترتد إلينا آه افعلوا أي شيء الأقوام الصغيرة تحاول حفر السد بأنيابها ومخالبها إن أنيابهم تتحطم والسد لا يتأثر استمروا في خلط الحديد بالنحاس المصهور وتعلية البناء انتهى البناء أيها القائد هذا رحمة من ربي مر الجنود بأن يستعدوا للرحيل إلى أين نتجه هذه المرة يا سيدي؟ إلى أرضنا ألم تشتاقوا إلى أولادكم وأهاليكم؟ كدنا ننساهم يا سيدي هذا قدر المجاهدين في سبيل الله هذا السد لا يمكن تحطيمه أظن أنه سيبقى إلى أبد الدار لا شيء يبقى إلا الله السد اليوم منيع ولكن له أجل سيبلغه ويوم يجيء وعد الله سينهار السد ويطغى يأجوج ومأجوج في الأرض ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا كان بن إسرائيل بعد سيدنا موسى عليه السلام أمة قوية بفضل تمسكهم بتعاليم التوراة ولكن عندما أهملوا دينهم وزاد فيهم الظلم والفساد غضب الله عليهم فضاعت أجزاء كبيرة من أراضيهم وثرواتهم في أيدي الأعداء وأصبحوا أضعف من أن يقاوموا أي اعتداء يتعرضون له واجتمع كبراء القوم لبحث المشكلة ومحاولة حلها يجب أن نعترف أولا بمشكلتنا إذا أردنا بصدق أن نحلها إني لا أفهمك يا تاجر الغلال ماذا تريد أن تقول كنت أريد أن أقول إننا نهزم لأننا مشردون لا نتبع قائدا واحدا وليس لدينا ملك حكيم عندي الحل أنا أكون الملك عليكم أصمت يا حزرؤون إن الماشية التي تتاجر فيها لن تقبل بك ملك عليها ما الذي ينتظر من حداد مثلك لا يخرج من فامه إلا النار ابتعد 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 عني برائحة الماشية التي تفوح من ملابسك يا قوم يا قوم إننا نهزم دائما بسبب تناحرنا وغيرتنا من بعضنا البعض متى نترك خلافاتنا جانبا لا فائدة وفي ذلك الوقت ذهب كبراء القوم إلى نبي الله سامويل الذي كان يصلي في خيمته وبعد أن انتهى من صلاته نظر إلى قومه مرحبا أيها النبي الكريم أليس الله هو الذي بعثك إلينا؟ قال النبي بلى ألسنا مشردين ومظلومين؟ قال النبي بلى لماذا لا تسأل الرب أن يبعث لنا ملكا يجمعنا تحت رايته كي نقاتل في سبيل الله؟ نعم ونستعيد أرضنا ونصلح ما فسد من أمرنا قال نبيهم أخاف إن دعوت الله أن يبعث لكم ملكا يدعوكم إلى القتال ألا تقاتلوا ولماذا لا نقاتل في سبيل الله؟ وقد أخرجنا من ديارنا وتشرد أبناؤنا قال نبيهم لن تتراجع لو حدث ما تطلبونه كيف نتراجع؟ أبدا لن يحدث هذا قال نبيهم سوف أسأل الله تعالى أن يختار لكم ملكا تقاتلون تحت رايته إنه يعود إلى الدعاء دعوه في خلوته وهيا بنا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين أين ذهبت الأغنام؟ لا أدري ماذا أقول غفلت عيناي وحين استيقظت لم أجد الغنم هذا خطأي أنا أنا الراعي وكان يجب أن أنتبه لما أرعاه كلامك يؤلمني أكثر وما العمل الآن؟ أيها النبي الكريم خرجت أرعى الأغنام والحمير فشردت مني في الصحراء ولم أعرف إلى أين ذهبت وقد جئت أسألك عنها سأله النبي هل تحس بالقلق على أغنامك وحميرك؟ نعم قال النبي لا تشغل بالك بها كيف لا أشغل بالي أيها النبي الكريم؟ إنها مسؤولياتي ورأس مالي قال النبي لقد عادت إلى بيت أبيك الحمد لله لم يضع مالي الحلال قال له النبي دعك من موضوع الأغنام واستمع إليه كل آذان صاغية يا سيدي لقد سألني الملأ من بني إسرائيل أن أدعو الله أن يختار لهم ملكا يقاتلون تحت رايته في سبيل الله نعم ما أحوجنا إلى ملك شجاع وحكيم يجمع كلمة الناس ونكون جميعا تحت إمرته هل دعوت الله يا سيدي؟ قال النبي نعم دعوت الله فاختارك ملكا على بني إسرائيل الله؟ الله هو الذي اختارني؟ قال نعم كيف أكون ملكا وأنا دباغ بسيط؟ قال النبي هذا أمر الله وعليك أن تعد نفسك للقتال أنا رهن إشارتك جاء الغد فاجتمع كبراء بني إسرائيل مع النبي صموائيل الذي قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طالوت؟ هذا الرجل ملك علينا؟ كيف يكون له الملك؟ ونحن أحق بالملك منه؟ قال النبي أيها الناس لماذا تتصورون أنكم أحق بالملك منه؟ نحن أغنى منه كثيرا انظر إلى ملابسه إنه يرتدي ملابس الرعاة الفقيرة قال النبي ليست العبرة في حكم الشعوب بالغنى أو الفقر العبرة بالقدرة على قيادة الشعوب القدرة؟ أي قدرة؟ قال النبي إن طالوت هو اختيار الله لكم وقد اختاره الله تعالى لعلمه وقدرته نحن نصدقك أيها النبي الكريم ولكن كيف ننسى أننا نحن شرفاء هذه الأمة وسادتها؟ كيف تجاهلنا الله واختاره هو؟ لماذا طالوت هذا بالتحديد؟ قال النبي ليس لمثلي أن يسأل الله لماذا؟ إن الأنبياء لا يسألون إنما يستمعون ويطيعون وهذا هو اختيار الله له أليس من حقنا أن نسأل لماذا فضله الله علينا؟ علمه هو الذي فضله عليكم لقد آتاه الله بسطة في العلم والجسم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم أيها الناس لقد جادلتم طويلا حول أحقية في الملك رغم أنه اختيار الله لي ولكم ولم يشغلكم خطر الملك جالوت الذي سلب أراضيكم ونهب خيراتكم ويستعد بجيشه لينال منكم لن أطلب أنا هذا الطلب من النبي صمويل ألم نتفق؟ اتفقنا أن نطلب علامة على ملك طالوت آية تثبت أنه اختيار الله لنا ولكننا لم نتفق أن أكون أنا المتحدث الوحيد اخفضوا أصواتكم أزعجتم النبي الكريم في خيمته معذرة يا سيدي كنا نتحدث في أمر طالوت وخشينا أن يكون هناك خطأ ما ليس خطأ بمعنى الخطأ يا سيدي ربما سوء فهم بصراحة ودون مواربة كيف نتأكد أن الله هو الذي اختار طالوت لنا نريد معجزة تثبت صدقه قال نبيهم اذهبوا إلى المعبد غدا سوف يأتيكم تابوت العهد تابوت العهد؟ كيف يأتي إلينا بعد أن سلب منا؟ إنه في قرية بعيدة ويفصلنا عنها سفر أيام طويلة لن يصل التابوت أبدا وبهذا يكون لنا الحق في رفض طالوت واختيار ملك غيره ألم أقل لكم لن يأتي تابوت العهد؟ إننا نضيع وقتنا يا سادة أقترح أن نبعث في طلب النبي ليسأل الله أن يختار لنا ملكا حقيقيا انظروا إلى السماء كيف يطير التابوت في السماء؟ انظروا إنه يهبط من أعلى سامحني أيها النبي الكريم صمويل لقد صدقتنا القول هل لنا يا سيد النبي أن نفتح التابوت وننظر ما بداخله إنه يشير بالموافقة هيا أسرعوا انظروا أثار أهل موسى وآل هارون كما هي هذا طعام المن ما زال طازجا يصلح للأكل وهذه ألواح التوراة لم تمس يا إلهي أشعر براحة لم أعهدها الآن وقد أكرمنا الله بإعادة تابوت العهد إلينا يبدأ دورنا في العمل والإعداد للحرب علينا أن نسرع في إعداد الجيش وتدريب الجند على القتال تدريب الجنود سيستغرق وقتا طويلا أقترحوا أن نستعين بجنود من الخارج يحترفون القتال وما دافع هؤلاء الجنود في الحرب المال بكل تأكيد إذن يستطيع الملك جالوت أن يشتريهم وينقلبون علينا إذا دفع أكثر هذا صحيح أمر محير أيها الناس لقد استمعت إلى آرائكم وأخذت مشورتكم والآن إليكم قراري سأعد جيشا من الفلاحين والرعاة فلاحين ورعاة؟ لا أريد مقاطعة هؤلاء أجدر الناس بالقتال لاسترداد أراضيهم وقطعانهم المسلوبة وسيبدأ الإعداد للجيش من صباح الغد أيها الملك الكريم طالوت أريد أن أشتكي لك ابتعد أيها الرجل دعه تكلم أعطيك الأمان أريد أن ألتحق بالجيش يا مولاي ماذا تعرف من فنون القتال؟ لا أعرف شيئا في الحقيقة غير الطهي وإعداد الطعام أنت الآن واحد من أفراد الجيش الجنود في كل الجيوش يحتاجون إلى تغذية طيبة ستقوم أيها الجندي بمهمة إطعام الجيش سيدي نحن نسير منذ ساعات طويلة أعرف مر الجيش أن يزيد من سرعته نتحرك أسرع؟ إننا نكاد نهلك من الحر والضمأ كنت أقترح أن نرتاح قليلا لم يمنحنا العدو فرصة الراحة يجب أن نعتاد مجهودا شاقة لقد نفد الماء منا أعرف وهذا جزء من خطتي ألا يوجد مع أحدكم جرعة ماء؟ أصمت ولا تذكر الماء أمامي كيف تحتمل الضمأ وحرارة الشمس في سنك هذه؟ أعرف أن الموت نهاية كل حي فما أشرف أن يموت المرء دفاعا عن أرضه لقد ضعنا في هذه الصحراء الواسع لا أريد أن أموت ألطف بنا يا رب موسى وهارون وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ماء؟ هل هذا سراب؟ لا إنه الماء النهر يا سيدي النهر توقفوا مكانكم إياكم أن تشربوا من هذا النهر الماء عذب ونظيف ونحن نكاد نموت من الضماء اسمعوا أوامري أنا القائد لا تشربوا إن هذا النهر ابتلاء من الله لكم من شرب منه فليس مني ومن أطاعني فهو مني أسمح لكم فقط باغتراف جرعة واحدة قلت غرفة واحدة باليد توقف عن الشرب كيف نتوقف؟ الماء لذيذ لن أمس الماء ما دامت هذه أوامر الملك سامحني يا سيدي لا أستطيع المقاومة هل انتهيتم حتى نواصل التحرك الآن؟ الملك يشير لنا أيها الجنود توقفوا كل من شرب من النهر يتجه إلى الجهة اليسار والباقون إلى جهة اليمين أنت شربت من النهر رأيتك بعيني اذهب مع من شربوا أنا مساعدك وذراعك الأيمن يا مولاي أوامري واضحة اذهب مع من شربوا لا تخف لا يمكن أن يوقع العقابة بكل هذا العدد أنتم مفصلون من الجيش عودوا من حيث أتيتم هيا يا جنودي لنواصل السجر ليتني قاومت الماء وأطعت الملك طالوت إنه أحمق كيف يطلب من الجنود أن يمتنعوا من شرب الماء في صحراء حارقة لا تسبه يا رجل ربما لديه حكمة ما لماذا تنحاز له بعد أن طردك من خدمته أعرف سيدي طالوت جيدا منذ أن كان دباغا للجلود ورعيا للغنم هو رجل حكيم وعالم ببواطن الأمور السلام على الملك جالوت العظيم أهلا بك يا عمروس لماذا تركت مكانك في جيش طالوت جئتك بصيد ثمين عندي خبر مهم تحدث صحبنا الملك أياما في الصحراء المحرقة دون ماء وعندما توقفنا أمام نهر أمرنا ألا نشرب ثم قام بطرد كل الجنود الذين شربوا يا له من قائد قوي وكم بقي من رجاله الصامدين كنا في البداية ثمانين ألف جندي شرب من النهر أكثر من ستة وسبعين ألفا الباقي عددهم قليل لكنهم أشداء مخلصون قادرون على مقاومة إغراء الزمأ عندي معلومات أخرى عن الملك طالوت نفسه قل ما عندك بالرغم من ذكائه وقوة جسمه وعلمه الغزير إلا أنه ليس محاربا كيف هذا؟ كان يعمل راعيا ودباغا للجلود ولم يتعلم أبدا المبارزة أو فنون القتال قائد جيش يبارز بعقله ولا يحسن استخدام يديه هذه معلومة مهمة أين مكافأتي يا سيدي؟ سأعطيك وزنك من الذهب إلى أين نسير يا مولاي؟ انتظروا ناولني رمحك أيها الطاهي أبلغ الجنود بأن يرتاحوا قليلا أمرك يا مولاي أيها الجنود فترة من الراحة معذرة يا مولاي لماذا غرست رمحك في الأرض؟ لأراقب اتجاه الظل إذن نستطيع أن نحدد مكان معسكر العماليق والملك جالوت نعم سنصل إليهم بإذن الله فجر الغد أيها الجنود يا جيش العماليق هذه فرصتكم للقضاء على عدوكم الحرب الحرب إذا هزمناهم لن تقوم لهم قائمة من يقتل جندي سأعطيه أرضه وماله وأزيده الضعف الحرب الحرب نحن على مشارف أرض العماليق إياكم أن ترهبوا أعداءكم وإن لن هزمتم قبل أن تبدأوا القتال النص لنا النص لنا سنعسكر الليلة هنا ونبدأ الهجوم مع أول ضوء للنهار صلوا لله الواحد الذي أرسل إلينا أنبياءه إبراهيم ويعقوب وموسى وهارون أعد لنا طعاما خفيفا على المعدة يهضمه الجند قبل أن يبدأوا في القتال انظر يا مولاي إلى عددهم القليل ستكون المعركة أسهل مما توقعت أثبتوا أيها الجند واعلموا أنكم تقاتلون في سبيل الله وتدافعون عن أرضكم ونسائكم وأطفالكم وكرامتكم في الحياة عددهم كبير إنهم يحجبون قرص الشمس لكنهم لن يحجبوا ضوءها إننا أصحاب الحق وسننتصر بإذن الله كيف؟ ألا ترى العدد أمامك؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سيد الملك جالوت هذه فرصتنا لتأمر بالهجوم ونحطم أفواههم أخشى أن ينجو طالوت في المعركة إنه رمز قوتهم هل ترى قوة في هذا العدد القليل؟ نعم يا عمروس وماذا ترى يا مولاي؟ سأحدث طالوت أولا إن ملكهم جالوت يقترب وحده ربما يريد حقن الدماء وتسليم الأرض دون قتال لا أظنه يفكر بهذه الطريقة ولكن تقاليد الحرب تقتضي أن أتقدم أنا أيضا وأعرف ماذا يريد أنت طالوت راعي الغنم؟ نعم أنا الرجل البسيط الذي اختاره الله ملكا ليعيد به الحق إلى أهله تحسن الكلام فهل تحسن القتال أيضا؟ لن تستفزني بأسلوبك هذا فتجبرني على قرار لم أتخذه بعد ألا تريد مبارزتي والزهوة بأنك قاتلي؟ لم آتي هنا لأزهو ولا لأتفاخر لماذا جئت إلى المعركة إذن؟ حتى تعود الأرض إلى أصحابها فيعم السلام بين الناس إن كنت تريد السلام فعلا فلدي عرض قد يروق لك تكلم إني منصت بارزني أو تخير من رجالك أقوى فارس ليبارزني فإذا قتلته تكون أراضيكم لي وأصبح أنا وحد الملك هنا وإذا هزمت يا جالوت هذا افتراض عجيب ولكن إذا حدث ذلك يكون ملكي كله لك يا راعي الغنم وتعود الأرض إلى أصحابها ما قولك؟ موافق يفعل الله ما يشاء حتى يأتي من يبارزني إني منتظره في أي وقت لا أدري يا مولاي ماذا أقول إن مبارزة جالوت مغامرة خطيرة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولكنها مغامرة تستحق المنتصر فيها سيغنم الكثير أبلغ الجنود جميعهم أن من يتقدم لمبارزة جالوت وينجح في قتله سيقتسم الملك معي وسيتزوج ابنتي ويكون هو الملك من بعدي أمرك يا سيدي السمع والطاعة للملك طالوت ماذا بك؟ أخيرا يا مولاي تقدم واحد من الفرسان لمواجهة الملك جالوت حسنا أدخله في الحال ولكن يا مولاي ماذا؟ هو ليس فارسا بالمعنى الصريح أقصد تكلم ماذا تريد أن تقول هو صبي في السادسة عشرة من عمره نحيل الجسد ويعمل في الراعي مع إخوته اسمه داود يا سيدي لا بأس من مقابلته كنت أنا أيضا راعيا للغنم لم أولد على رأس هذا التاج سأدخله في الحال يا سيدي تفضل أيها الشاب يا له من وجه طيب يشع بنور الإيمان إنني أشفق عليك يا بني من القتال قال داود عليه السلام لا مفر من قضاء الله صدقت يا بني إذن تعال لأعطيك سيفي ودرعي لماذا لا تمد يدك؟ ما هذا الذي تشير به إلي؟ قال النبي داود عليه السلام إنه مقلاع أستخدمه في الصيد وسيكون سلاحي بإذن الله هذه ساعة الحزم أين هذا الفارس؟ لماذا لم يأتي؟ ويحك من أنت؟ قال النبي الكريم أنا داود أنت إنسان ضعيف ومسكين إني أرحمك فارجع وليتقدم إلي غيرك من الملوك والفرسان أين طالوت؟ قال داود عليه السلام أنا الذي أقتلك بإذن الله يا لك من صبي مغرور قلت لك أرجع قال داود عليه السلام لن أرجع حتى أقتلك سأريك الآن إلى من تتحدث أخرج النبي داود حجرا من مخلاته ودعا ربه ثم رماه فوقع الحجر في رأس جالوت حتى دخل في جوفه وقتله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين إلى جالوت النصر لنا إلى المعركة إلى المعركة الحمد لله الذي نصرنا وأعاد لنا أرضنا وخلصنا من جالوت الظالم المكافأة المكافأة انتظروا يجب أن أتأكد أولا من صدق كلامكم نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق لن أعطي نصف ملكي إلا لمن يأتني برأس جالوت مولاي حضر الفارس داود ما هذه المخلاء؟ رأس الملك جالوت يا مولاي قتله داود ذلك الفارس النبيل أنت من يستحق أن يخلفني ويعضل بين الناس يشريفني يا بني أن أزوجك ابنتي وأقاسمك عرشي اعلنوا الأخبار الطيبة في كل أنحاء البلاد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن دك لمن المرسلين بعث سيدنا يونس عليه السلام نبيا في القرن الثامن قبل الميلاد ويعود نس سيدنا يونس عليه السلام إلى جده الأكبر بن يمين قال تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقد كان سيدنا يونس عليه السلام من أهل نينوة يونس بن متى ذنون نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعود نسبه إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ومن سلالة سام بن آشور هزموا جيوشا كثيرة وأسسوا إمبراطوريتهم وحضارتهم العظيمة وفي القرن الثامن قبل الميلاد حكم الآشوريين الملك سرجون الثاني وابنه الأمير الشاب سنحاريب اتخذ سنحاريب من مدينة نينوة في شمال العراق عاصمة جديدة لمملكة الآشوريين وبنا معبدا كبيرا لعبادة الإلهة عشتار فقد كان الآشوريون للأسف من عبدة الأصنام وافتتح سنحاريب مكتبة نينوة العظيمة ووضع فيها من المخططات كل ما جمعه من ثقافات الشعوب التي غزاها مع أبيه وكان من أبرزها مؤلفات حضارة البابليين أكبر أعداء الآشوريين في ذلك الزمان وأكثر ما اهتم به الملك سرجون هو قصره المهيب المشيد الذي بناه على ربوة بارزة في طرف المدينة ومهده بطريق الأسود الشهير فقد كان ابنه الأمير سنحاريب بقدر شراسته في الحروب يهوى صيد الأسود مولاي الأمير سنحاريب ماذا جاء بك يا وزير؟ أمر مهم يا مولاي ألا تعلم أنني في رحلة صيد؟ أعلم أعلم ذلك ولكن مولاي الملك سرجون اشتد عليه المرض في غيابك وألح علينا في لقائك إنه يخشى أن يرحل عن الدنيا دون وداعك أبي؟ قطع الأمير سنحاريب رحلة صيد الأسود وعاد مسرعا إلى نينوة ليطمئن على أبيه الملك سرجون ثاني وكما قال الوزير أزعيا كان يخشى الأمير أن يموت الملك الأب بدون أن يودعه بنفسه أبي أبي سنحاريب حمدا للرب بأنني رأيتك قبل الموت لن تموت يا أبي لن تموت الموت نهاية محتومة إهدى يا بني واستمع جيدا إلى وصيتي وصيتك نعم تعلم كم أحب نينوة المدينة التي بنيناها معا وأنا أيضا أحبها إذن قدم لي دليل حبك لها وما هو؟ أن تبقى فيها وتستكمل ما بدأنا من تعميرها ولا تتركها إلى غيرها من المدن تريدني أن أترك مدينة بابل بعد أن فتحناها وخلصناها من أيدي البابليين؟ لقد وليت عليها أخاك صاغور صاغور صغير يا أبي وليس لديه خبرة بالحكم والقتال وسيحتاج إلى دعمي لا يا سنحريب لا تترك نينوة من أجل بابل يا أبي لو تركنا صاغور وحيدا هناك سيطمع أطور ملك البابليين وسيعود إلى المدينة التي انتزعناها منه أخوك صاغور قادر على حماية بابل ونينوة عاصمة ملكنا الأبدي سأعود إلى نينوة يا أبي بعد أن أحمي بابل من أطور لن أفرط فيها أبدا لا لا يا سنحريب لا تترك نينوة من أجل بابل لا تترك نينوة أبي 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 وكان أهل نينوة يعبدون الإله عشتار وكان سيدنا يونس عليه السلام يتعبد بمفرده على أعلى الجبل وكان عليه السلام ربانيا يعبد الله الواحد وينتظر رسالة جديدة من السماء كان يدعو الله أن يبعث رسالة تشرق على الأرض وكان يدعو الله تعالى ويقول في دعائه إلهي وسيدي وخالقي انتشر الفساد وساد الظلم بين العباد والبلاد انحرف الناس عن الحق وأصبحنا بحاجة إلى تدخل السماء اللهم فيضا من نورك العظيم تضيء به قلوب المؤمنين كما أضأت الكون بنورك وحكمت الحياة بعدلك وحكمتك اللهم نصرا للمظلومين وهدى للحائرين وبعضا من قوتك للطائعين المستضعفين في هذه الأثناء كان نبي الله يونس عليه السلام يتلقى وحي السماء من سيدنا جبريل عليه السلام كان حريصا على حفظ تعاليم الدين الجديد الذي بعث به ليعيد الناس إلى طريق الحق والرشاد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وها هو متى والد سيدنا يونس استطأ عودة ابنه إلى البيت وصعد الجبل ليطمئن عليه يونس لك أيام تتعبد في محرابك ولا تأتينا في البيت إلا قليلا فماذا أصابك يا بني قال يونس عليه السلام والله يا أبي ما أصابني إلا الخير استفاني ربي من بين البشر وبعثني نبيا أحمل نور الإيمان سبحان الله والله كنت أشعر أن نبيا من نسل جدي يعقوب سيبعث في هذا الزمان ولم أدري أنه سيكون أنت يا بني قال يونس عليه السلام ادعو الله يا أبي أن يعينني على تحمل هذه المهمة الشاقة فليس أثقل على بني البشر الآن من أن تدعوهم إلى الهدى بعد الضلالة وإلى العزة بعد الهوان اطمئن يا بني مادم الله بعثك بالحق نبيا فهو يعلم أنك تقدر على تبعات الرسالة لمحالة سبحانه وتعالى أعلم أين يجعل رسالته فاستجاب الله لدعاء نبيه واهتزت السماء فكانت تلك الإشارة العظيمة لبعثة النبي يونس عليه السلام وكانت إشارة إلى دعاء قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد إلى عبادة دين العدل والإحسان والهدى وبعث يونس عليه السلام نبيا في هذه الأثناء كان سيدنا يونس عليه السلام في محرابه يتعبد إلى الله وما زال يتلقى منه تعاليم الدين الجديد الذي بعث به ابني يونس أكثر من ستة أيام وأنت في محرابك جئتك بطعام يكفيك أيام أخرى قال يونس عليه السلام شكرا يا أبي يبدو أنها آخر ليلة لي هنا على الجبل هل ستعود أخيرا إلى المنزل؟ قال يونس عليه السلام نعم يا أبي لقد بعثني الله إلى قومي في نينوة لأصرفهم عن عبادة الأصنام وأهديهم إلى عبادة الله الواحد الأحد أخشى عليك يا بني من بطشهم وهم أهل غلظة وظلم شديد قال يونس عليه السلام الله الذي بعثني إليهم قادر على أن يعصمني من أذاهم فنحن الأنبياء لا يسعنا إلا أن نلبي أمر الله تعالى وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناه الكتاب والحكم والنروة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكران العالمين وبدأ النبي يونس عليه السلام يدعو قومه فردا فردا لعبادة ربه تعالى وكان يعلم أفراد قومه أن الله تعالى هو خالق الكون وأنه الخالق الحق والشاف والرازق وأن لا يشرك به شيئا نهضت البقرة التي كانت مريضة وقال يونس عليه السلام لصاحبتها العدوز نيهار هنيئا لك شفاء بقرتك يا أمي كيف شفيت بهذه السرعة؟ ماذا فعلت لعلاجها؟ قال يونس عليه السلام لم أفعل شيئا فقد دعوت الله لها بالشفاء أنا أدعو الربة عشطار منذ أيام طويلة وظلت البقرة مريضة قال يونس عليه السلام أما أنا فلا أعبد عشطار لا تعبد عشطار؟ فأي رب تعبد إذن؟ قال يونس عليه السلام أنا أعبد رب الناس إله الناس إلها واحدا لا شريك له لا أفهم ما تقول قال يونس عليه السلام ربما تفهمين لاحقا أما الآن فأنا جئت متعبا من أطراف المدينة حيث أقيم مع أبي فهل تدلينني على مكان قريب أقيم فيه؟ إذا كنت ستبقى كثيرا بيننا فهدي في منزلي حجرة في الطابق العلوي يمكنني أن أؤجرها لك قال يونس عليه السلام حسنا وأنا قبلت مهما كانت قيمة الإيجار وأرجو أن تساعدينني في إيجاد عمل أتكسب منه طبعا أساعدك لقد علشت بقرتي سأعرفك بجار لي عنده أغنام كثيرة وكان يبحث عن شاب يرعاها له ما هذا؟ هل دخلت منزلا آخر غير منزل العجوز نهار؟ روبير أهلا يا ولدي أهلا يا عمه لأول مرة أرى منزلك بهذه النظافة والنظام هذا من فضل الربة يا بني تفضلي جئتك بطعام يكفيك عدة أيام أتعبت نفسك يا ولدي كان لابدنا أن أأتيك بهذا الطعام فأنا أعلم أن بكرتك مريضة فلا تأخذ منها لبنا ولا حتى تقطري على ذبحها ليستفيد من لحمها الحمد لله لقد علج البقرة وحلبتها وشربت اليوم من لبنه من الذي علج البقرة؟ الذي نظف ورتب المنزل أرديك أحد غير يرعا كواية لزيارتك؟ إنه شاب يدعى يونس بن ماتة يسكن في أطراف المدينة وكان يزورني على فترات ما إن أمسك البقرة ودعا بشفائها رأيتها تنهض وتشفى في ثوان معدودة كيف ذلك؟ وبماذا دعا؟ لم أسمع دعاءه جيدا نطق بكلمات لم أفهمها ظننت أنه يدعو الربة عشطار فقال لي أنه لم يعبدها في يوم من الأيام لا يعرف عشطار؟ فمن يعبد إذن؟ قال إنه يعبد إلها واحدا لا شرك له وسيحدثني عنه لاحقا إلها واحدا لا شرك له؟ أين هو هذا الشاب؟ أريد أن أتحدث إليه إنه في الجبل يرعى أغنام جاري بولين لقد طلب مني عملا يقتات منه أولم يقل لك لماذا جاء إلى نينوى؟ لا لم يقل حتى الآن إن كلامه قليل ويبدو أنه يحمل من الأسرار الكثيرة والكثير يونس بن متة علي أن أبحث عنه حتى أجده لا تتعب نفسك سيهود إلى هنا حتما لقد استأجر مني الغرفة العلوية حسنا يا أمي سأعود إليه أنا الآخر تعرف روبيل على النبي يونس بن متة عليه السلام وتناول معه الغداء ورأى من أدبه وحسن أخلاقه أكثر مما سمعه من العمة نيهار ثم واصل معه حديثه إلى بداية الليل حدثتني عنك العمة نيهار كثيرا قال يونس عليه السلام وحدثتني عنك كثيرا قالت إنك أكثر من يودعها ويهتم بها بعد وفاة زوجها أرى فيها أمي راحلة وأراها قد ظلمت كثيرا وأحاول أن أساعدها في استرداد حقها قال يونس عليه السلام جزاك الله خيرا فكما تساعد الناس يساعدك الله تقصد الرب تعشتار؟ قال يونس أنا لا أعرف ربا بهذا الاسم ولا أعبد غير ربي لا إله إلا هو إلها واحدا ولا أشرك به أحدا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا الكلام قالته الأميرة بلدة في حفل زفافها عندما رفضت أن تركع لصنم عشتار أنت يهودي مثلها؟ قال يونس عليه السلام لست يهودية وإن كنت حفيد بن يمين أخ يوسف عليه السلام بن يمين أخ يوسف لقد قرأت عنه كثيرا أأنت حفيده بحق؟ قال يونس عليه السلام نعم أنا من نسل بن يمين ولي الشرف كيف تكون حفيد بن يمين ولست يهوديا مثله؟ قال يونس عليه السلام ضيع اليهود الأمانة انحرف معظمهم عن دينهم وحرفوا التوراة لمصالحهم الدنياوية أفسدوا في الأرض ظلموا وقتلوا وخانوا فكان لابد من نبي جديد يبعثه الله إلى الناس بدين جديد يهديهم ويعيدهم إلى طريقه المستقيم نبي جديد بدين جديد؟ أي نبي هذا؟ قال يونس عليه السلام أنا ذلك النبي أنت؟ قال يونس عليه السلام نعم أنا اصطفاني الله لهذه المهمة العظيمة اختارني لأحمل رسالة السماء إلى أهل نينوة فمن هو الله الواحد الذي تعبده؟ قال يونس عليه السلام الله الذي خلق الكون بكل ما فيه ثم خلق الإنسان فسخر له الكون بكل ما فيه وأمره أن يعمر الأرض ولا يهدب وأن يصلح فيها ولا يفسد ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وما هي رسالة السماء إلى أهل نينوة؟ قال يونس عليه السلام أن يعبد الله إلها واحدا لا يشرك به شيئا وأن يتركوا عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وأن يعدلوا فلا يظلموا وأن يصدقوا فلا يكذبوا وأن يرحم قويهم ضعيفهم وأن يتصدق غنيهم على فقيرهم وأن يعفوا عن بعضهم حتى يعفوا الله عنه ولكن كيف يمتنع أهل نينوة عن عبادة الأصنام؟ كيف تركون دين آبائهم وأجدادهم؟ قال يونس عليه السلام لم تكن عبادة الأصنام دين آبائهم وأجدادهم إن أبانا الأول آدم عليه السلام قد جاء برسالة التوحيد التي بعثت أنا بها الآن ثم انحرف أحفاده عنها حتى ظهرت عبادة الأصنام ولو ظل الناس على دين آبائهم وأجدادهم ما تركوا التوحيد ولجأوا إلى الوثنية وما ظلموا وما كذبوا وما فسدوا وكيف أؤمن بإله لا أراه؟ قال يونس عليه السلام ولكنك ترى أدلة وجوده في كل الخلق من حولك قل لي هل تؤمن بأن داخل جسدك روحا هي التي تمنحك الحياة؟ فإذا فارقت جسدك فارقت أنت الحياة؟ نعم أؤمن يونس بن متى ادعو لنا ربك لنأخذ حقنا من الملك وأمه قال يونس عليه السلام أيها الناس لقد جئت بدين جديد لا يرى الدعاء حلا أصيلا لكل المشاكل إنما نتوكل على الله فنأخذ بالأسباب ثم ندعوه بالتوفيق وأي أسباب تلك التي سنأخذ بها لنستعيد حقوقنا المسلوبة؟ قال يونس عليه السلام تلجأون إلى القضاء القضاء كلهم يخافون الملك ويفعلون ما يأمرهم به قال يونس عليه السلام ما ضاع حق وراءه مطالب وإذا صلحت الرعية صلح إمامهم اتركوا عبادة الأصنام وآمنوا بالله الواحد الأحد لا شريك له يغفر لكم ذنوبكم ويثبت أقدامكم وينصركم على القوم الظالمين أيها الناس فليعد كل منكم إلى بيته وإلا أمر الملك بحبسكم جميعا أنحبس لأننا نطالب بحقنا؟ إلى متى يستمر هذا الظلم؟ هل يرضي ذلك الربة عشطار؟ أما أنت يا يونس فجلالة الملك يحذرك بشدة لا تحرض الناس على معصيته قال يونس عليه السلام لا أحرض أحدا على معصية الملك لقد جاءون يستغيثون بي ويطلبون مساعدتي في استعادة حقوقهم ليس لهم أي حقوق قال يونس عليه السلام يعلم الملك جيدا ما للناس عنده وعند أبيه الملك الراحل أخبره بأن يتق الله في الرعية فهم يواجهون الآن خطر الموت جوعا ولو استمر الملك في ظلمهم لن يجد ما يبكون عليه وأخبره أيضا أن خطر الجد والجوع لن يفرق بين غني وفقير وحاكم ومحكوم وأن الصنم عشتار لن ينفع الناس في هذه الأخطار لا فائدة من هذا الكلام لقد أمر الملك سنحاريب بطردك من المدينة أمامك حتى صباح الغد فإن بقيت بعد ذلك حكمت على نفسك بالسجن أو الموت وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين يونس بن متى ظننتك غادرت نينوة قال يونس عليه السلام أغادرها الآن بأوامر منكم ما زلت أذكر صنيعك معي عندما دعوت لزوجة الأميرة بالشفاء فشفيت في الحال قال يونس عليه السلام هذا ما حملك على طرد من المدينة حملني على طردك أن ألبت الناس علي وجرأتهم على طلب حقوق ليست لهم ورغم ذلك يمكنني أن أساعدك بشرط واحد أن تدعو الله أن ينزل علينا المطر فيرتفع منسوب الماء في النهر ونستطيع أن نسقي الزروع والمواشية والناس وننجو من خطر الجوع والهلاك قال يونس عليه السلام تريدني أن أدعو الله فأي إله تقصد؟ الصنم الذي تعبدونه فلا يضر ولا ينفع أم الله الواحد الأحد الذي بعثني إليكم بالحق بشيرا بالخير في حال الإيمان ونذيرا بالشر في حال الكفر ادعو إلهك ولكنت على حق فيستجيب لك وينجينا من الهلاك قال يونس عليه السلام أهذا شرطك علي لأبقى في نينوه؟ نعم قال يونس عليه السلام فلنتعهد إذن أمام الله الذي تريدني أن أدعوه لينجيك وقومك من هلاك قريب على ما نتعهد؟ قال يونس عليه السلام إذا دعوت الله فأنجاك وقومك تؤمن أنه لا إله إلا هو وأنني عبده ونبيه أتساومني على تغيير ديني؟ قال يونس عليه السلام لا والله أنت لست في حاجة إلى مساومتي فإذا رأيت بعينك أن ربي قد أنجاكم فسوف توقل من نفسك أنه الإله الحق وإذا آمنت أنت آمن قومك أجمعون وأصبح إيمانهم في ميزان حسناتك إلى يوم الدين أنت تطلب مني شيئا صعبا فليس أصعب على الإنسان من أن يغير دينه وعقائده قال يونس عليه السلام ليس أصعب على الإنسان من أن يعرف الحق ثم يحيد عنه ربما أنتركم الله بالهلاك حتى ينجيكم من الكفر يونس بن متى أعاهدك على أن أؤمن بربك إلها وبك نبيا إذا دعوت ربك فأنزل علينا المطر وأنجانا من الهلاك وبعد أن عهد الملك سنحاريب النبي يونس عليه السلام على الإيمان بالله تعالى إذا دع الله وأنزل عليهم المطر ونجوا من الهلاك وقف يونس عليه السلام في أعلى الجبل ودعا ربه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا حنان يا منان يا رؤوف يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت يا رحمن يا رحيم يا كريم شيء عجيب لقد نزل المطر قال يونس عليه السلام الحمد لله رب العالمين لقد استجاب ربك لدعائك بسرعة لم أتصورها قال يونس عليه السلام وبقي أن تستجيب أنت أيها الملك وتؤمن بالله وحده لا شريك له وبأنني عبده ورسوله الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير واستمر النبي يونس عليه السلام بدعاء قومه فآمن عدد منهم واستمر بدعوة الملك سنحاريب إلى عبادة الله بعد أن حبس زوجته لأنها اتبعت ملة يونس عليه السلام ولكن الملك لم يستجب لدعوته فبدأ بقتل من آمن بدين يونس عليه السلام أو حبسه وقد رأى النبي يونس عليه السلام أن يخرج من هذه القرية الظالم ملكها يا نبي الله هل أنت مسافر؟ قال يونس عليه السلام نعم مسافر سأرحل عن هذه القرية الظالم أهلها وهل أذن الله لك بالخروج؟ قال يونس عليه السلام أشهد الله أنني ما قصرت في رسالتي ربما يكون في خروجي نجاة للآخرين مثل مليخة الذي قتل عندما آمن بي لن أنتظر حتى يقتل روبيل أو الأميرة جولدا أو تقتل أنت يا عمه أو نهرب معك مني نوى؟ قال يونس عليه السلام ربما تستطيعون الهروب في وقت لاحق ولكنني قد ضقت ذرعا بهذا الملك الظالم وأمه وكبير كهنته سأرحل إلى بلد آخر يستقبل دعوتي بترحاب فينشرح لها صدره ويغمره نر الإيمان ولكنك توعدت الملك بعذاب أليم قال يونس عليه السلام ولم يأتبع لله حكمة في كل شيء أما أنا فراحل لا محالة في أمان الله يا نبي الله في أمان الله خرج النبي يونس عليه السلام باتجاه البحر وقد رأى أن يخرج من هذه القرية الظالم ملكها فواجد على الشاطئ سفينة تحمل الركاب والبضائع فطلب من ركابها أن يركب معهم قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون سارت السفينة في البحر وبدأت الرحلة رأى يونس أن بإمكانه مواصلة الدعوة إلى الله في بلد آخر ليس فيها الظلم والفساد والكفر الذي رآه في نينوان كان يشعر في داخله أنه ربما تعجل في الخروج من البلد قبل أن يأذن له ربه ولكنه خرج يائسا من إيمان أهل نينوى به وبدينه أمر الملك بإخراج زوجته من الحبس بعد أن خرج النبي يونس عليه السلام من نينوى وفجأة تأتي ريح عاصفة تدمر نينوى وعلم الناس أن العذاب واقع بهم بعد خروج النبي يونس لعدم إيمانهم بربه وعرف الناس حقيقة صدق دعوته أخبرني الحارس أنك أمرت بإخراجي من السجن نعم كرامة لوالدك وليس لأنني راض عنك ولأن يونس ابن متى قد رحل عني نينوى رحل يونس نعم هرب منا بعد أن وعدنا بعذاب لم يأتي فكان ذلك دليلا على كذبه والله لم يكذب يونس قط بل فر منكم كما فر موسى من فرعون أما زلت تؤمنين به حتى بعد رحيله؟ آمنت برب يونس وقد رحل يونس وما زال الرب موجودا أين هذا الرب؟ لماذا لم ينصر نبيه ويوقع علينا العذاب الذي توعدنا به؟ يا إلهي يا إلهي ما هذا الصوت؟ انظر إلى ذلك الدخان الذي ينبعث من السماء سنحاريب أدركني يا بني لا أقوى على هذا الدخان وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لم يعلم النبي يونس أن الله تعالى أنزل العذاب على أهل نينوى وفجأة في عرض البحر حدثت عاصفة عجيبة اهتز لها كل شيء فكانت الأمواج العالية تتلاطم والسفينة تهتز والأمطار تهطل بكثرة أيها الركاب الأعاصفة قوية والموج عال علينا أن ننجو بأنفسنا نجدف معا حتى نعود إلى الشاطئ فبقاؤنا في البحر فيه خطر كبير علينا هيا هيا نجدف معا كل منا يساهم في التجديف شارك الركاب جميعهم في التجديف بغية الرجوع إلى الشاطئ حتى لا تغرق به مستفينة في هذه الظروف الصعبة وقد ساهم معهم سيدنا يونس عليه السلام في التجديف هيا يا رجال هيا يا رجال يا رجال لنجدف بقوة أكبر هيا الرياح شديدة تدفعنا عكس اتجاه الشاطئ والأمواج عالية جدا أخشى أن لا نستطيع الوصول إلى الشاطئ ليس أمامنا حل آخر إنها مسألة حياة أو موت قال يونس لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نجنا من هذا الكرب العظيم أيها الرفاق لا فائدة من محاولات التجديف كلما جدفنا نحو الشاطئ جرفنا الموج إلى عرض البحر سنغرق جميعا لو بقينا على هذا الحال ليس أمامنا إلا أن نتخلص من كل البضائع والأمتعة ها نحن قد تخلصنا من كل البضائع والأمتعة وما زالت السفينة تهتز والخطر قائم ليس أمامنا الآن إلا أن نتخلص من أحد الركاب لتخفيف الحمولة وكيف نتخلص منه؟ نلقيه في البحر سيموت حتما يموت فرض واحد ليحيى بقية الركاب ومن هذا الذي سيضحي بنفسه من أجل الجميع؟ ليس أمامنا سوى الاستهام كل منا يكتب اسمه ثم نضع الأسماء في وعاء ثم نقترع فنختار سهما ومن تقع عليه القرعة نرميه في البحر يونس بن متة قال يونس عليه السلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنه العبد الصالح يونس كيف نلقيه في الماء؟ أكذا يغضب الله علينا فنغرق جميعاً أجرى ركاب السفينة لاختيار مرة أخرى فوقع السهم على النبي يونس عليه السلام فقد كان الركاب يعرفون أنه صاحب صلاح وكرامات وخاف من عقاب الله لهم فقرروا أن يعيدوا القرعة مرة ثالثة وللمرة الثالثة تكون القرعة من نصيب النبي يونس عليه السلام يونس بن متة شيء عجيب نستهم ثلاث مرات وفي كل مرة تكون القرعة من نصيب هذا العبد الصالح قال يونس عليه السلام لا والله لقد نفذ أمر الله الآن عرفت أنه سبحانه يعاقبني لخروج من نينوى بدون إذنه وإني لمستجيب لأمر الله أيها العبد الصالح لن يجرؤ أحد منا على إلقائك في البحر قل لنا ماذا نفعل؟ قال يونس عليه السلام لا تفعل شيئا إنها إرادة الله وسألقي أنا بنفسي في البحر تلقي بنفسك في البحر؟ قال يونس عليه السلام نعم وليفعل الله ما يشاء قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم وبقي أهل نينوى يدعون الله تعالى لينجيهم من العذاب الأليم قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين استجاب الله تعالى لدعاء أهل نينوى وأمن الملك سنحريب برب يونس عليه السلام اللهم إني أشهد لك بأنني آمنت بك إلها واحدا لا شريك له وآمنت بيونس عبدك ونبيك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم اجعلنا أول أمة ترى العذاب فتؤمن قبل أن يصيبها اللهم أغثنا اللهم أغثنا أغثنا يا الله أغثنا يا رب الحمد لله الحمد لله لقد بدأ دخان في الاختفاء نعم يا جولدة نعم يبدو أن الله قد استجاب دعائنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله لقد نجونا زادت الغمة زادت الغمة الحمد لله فقد استجاب الله لدعاء أهل نينوة فكان أول أمة ترى العذاب ثم لا يقع عليها بسبب إيمانهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون هل ابتلعت نبيا؟ فسمع الحوت صوتا وكأنه وحي من السماء يقول نعم هو نبي يوم كامل ويونس في بطن الحوت والحوت يسبح في أعماق البحر ويونس عليه السلام يفكر في مصيره فيقول يا رب قضيت لي أن ألقي بنفسي من السفينة فظلنت أنك قضيت بموتي ثم بعثت إلي هذا الحوت ليبتل عني فشعرت أنك قضيت بنجاتي فكيف النجات وأنا في ظلمات ثلاث؟ إن كان هذا عقابك لي فأنا راض به أستحي أن أدعوك لتكشف بلائي ولكني أدعوك لتغفر لي نعم تسرعت في الخروج منين وبدون إذن منك ولكني يئست من إيمانهم بك وظلنت أني قادر على أن أبلغ رسالتك في قوم آخرين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ظل الحوت يغوص في عمق البحر ويتنقل بين المخلوقات البحرية بكل أنواعها فسمع يونس صوت تسبيحها لله تعالى الماء والرمل والأسماك الكبيرة والصغيرة والقروش والحيتان والشعاب المرجانية كلها تسبح بحمد الله وتقدسه فوجد يونس نفسه يسبح معها بمثل ما تنطق به لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وبقي النبي يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وأوحى الله تعالى إلى الحوت أن يحافظ على حياة نبيه الكريم فكان الحوت لا يأكل لحما ولا ينهش عظما فلا يموت النبي الكريم في بطن الحوت ثلاثة أيام وأنت في بطن يا نبي الله ثلاثة أيام لا آكل ولا أشرب وأصبر على الجوع والعطش حتى لو مت جوعا وتعبا المهم أن تحيا أنت يبدو أنها المهمة التي خلقت أنا لها وسأموت من أجلها وكما أوحى الله إلى الحوت أن يبقي يونس سليما في بطنه فقد أوحى إليه في اليوم الثالث أن يلفظه من بطنه إلى خارج البحر قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين استقر يونس هناك على الجزيرة الرملية التي تعيش فيها بذرة الشجرة المجهولة التي أوحى الله لها أنها ستكون شجرة مباركة يخلدها تاريخ البشرية الآن قد انتهت مهمتي وبدأت مهمتك أيتها الشجرة في ظلك الآن نبي من أنبياء الله كتب الله له النجاة من الغرق وربما يكتب له الشفاء أو العودة إلى قومه ليسعد بإيمانهم به وليواصل رسالته التي بعثه الله بها قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقبه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين على الجزيرة وتحت شجرة اليقطين تعاف سيدنا يونس عليه السلام بالتدريج مستفيدا من الشجرة في غذائها ودوائها عرف أن الله قد أنبتها خصوصا من أجله كما جعل الحوت من قبل يبتلعه لينجيه من الغرق وفهم أنه نجح في الابتلاء لما سبح في بطن الحوت لينجيه الله من الغم ولينجي كل من قال هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وبعد أن عرف أهل نينوى من ركاب السفينة أن النبي يونس عليه السلام قد ألقى بنفسه في البحر ومات عاد نبي الله يونس عليه السلام إلى نينوى وخرج جميع أهلها يرحبون بنبي الله المبارك ويحتفلون بعودته إلى مدينته وفرح النبي يونس عليه السلام بعد أن علم أن أهل نينوى قد آمنوا برسالته التي كلفه بها الله تعالى يا أهل نينوى هنيئا لكم بعودة نبيكم يونس هنيئا لكم بعودة نبيكم يونس بن ماتة يونس بن ماتة حيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين حدثت قصتنا في المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها بأربع سنين وكان أهل المدينة في ذلك الوقت يعانون من كساد التجارة وقلة الغذاء حتى جاع أكثر الناس قتادة يا زوجي الطيب ألا تسأل هؤلاء الناس أن يعطونا شيئا مما أعطاهم الله يا سهيلة إنهم مثلنا لا يملكون شيئا ولو كانوا يملكون طعاما لاقتسموه معنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أرى القدور تغلي فوق النار لا يوجد بها غير الحصى ها؟ ها فهمت يشعلون النار ليقنع الأطفال بأن هناك طعاما يعد فيطمئنوا ويستطيعوا النوم على جوعهم الحمد لله على كل حال قتادة سمعت أن عمك رفاعة يملك طعاما كثيرا ويملك كذلك درعا من الحديد نعم أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الدرع من الغنائم أمام الناس جميعا أعرف قصة الدرع ما يعنيني الآن هو الطعام أخجل أن أطلب منه يا سهيلة كيف تخجل وهو عمك؟ حسنا سأذهب إليه قبيل الفجر وأعرض الأمر بشكل لائق كأن أقول مثلا أريد أن أؤجر نفسي للعمل وسيفهم بالتأكيد أرجو ذلك يا قتادة تصبح على خير أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أشم رائحة لبن طازج وعسل أيضا هذه الروائح يا طغمة تأتي من بيت جارك اليهودي زيد أعوذ بالله من هجار السوء هذا يا إخوتي في الله دعونا من اغتياب الناس ولنتحدث في خير يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ما رأيكم في الحديث عن خروف مشوي؟ ألا تفكر إلا في الطعام يا أخي؟ ربما لهذا السبب اشتهر أخونا بشير بين الناس بكينية طامة اسمعوا يا أحبتي في الله الجوع الذي نعاني منه هو امتحان من الله ليختبر إيماننا وعما قريب سنكون في خير إن شاء الله خير؟ أي خير يأتي؟ وسيد من سادات الخزرج مثلي لا يجد كسرة من خبز؟ أظن هذا هو المكان ترجمة نانسي قنقر من هناك؟ السلام عليك يا أخي في الله يا طعمة ما الذي أتى بهذا الأوسي قتاده في هذا الوقت؟ لماذا جرى مني طعمة الخزرجي؟ ولم يرد علي السلام؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أنظر يا قتادة لقد تخبوا الحائط وصرقوا ثرواتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إهدأ يا عمي سرقوا الدرع الغالية لا بد أن نسرق من أدائنا من الخزرج لا تفكر بهذه الطريقة يا عماه لقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا نحن قبيلة الأوس وبين الخزرج وأنقذنا من الفتنة ومن يكون السرق إذن؟ لو أبلغت عمي بما رأيت لأشعلت حربا بين الأوس والخزرج الأفضل أن أبلغ رسول الله إلى أين تذهب في مثل هذه الظروف يا قتادة؟ سأذهب إلى رسول الله لأبلغه بأمر مهم قد علم رسول الله أنني سارق الدرع هل أنت متأكد؟ أبلغه قتادة بعد أن رآني أحمل الجوال في الطريق لم نقل لك أن تسرق يا طعمة هذا خطأك أنت ليس هذا وقت اللوم أنتم أهلي وعشيرتي من الخزرج ويجب أن تحموني حتى إذا أخطأت ما هو حق؟ ستعيرنا قبيلة الأوسي ما حيينة وما العمل؟ ادفر الدرع المسروقة في بيت جارك زيد اليهودي أحسنت يا مبشر سيتهم هو بالسرقة بدلا مني ها؟ ولكن ما العمل في قتادة الذي رآني في الطريق؟ نذهب إلى الرسول ونقول إننا رأينا زيدا يسرق هذا لن يحدث أبدا أتريدونني أن أكذب على رسول الله؟ إذا نلزم الصمت ولا تبلغ بما عرفت ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من المسلمين ليفتشوا بيت زيد ويبحثوا عن الدرع المسروقة لا تضيعوا وقتكم يا سادة أنا لم أسرق شيئا أعيد كل شيء مثل ما كان لا يوجد شيء في البيت لعله أخفى الدرع خارج البيت أمامكم جبال يثرب كلها فتشوها حجرا حجرا لماذا الأرض غير مستوية في هذا الموضع من الحديقة؟ لا أدري هل عدم تسوية الأرض تهمة أخرى؟ هيا بنا نحفر في هذا المكان هناك آثر لدقيق منثور استمر في الحفر ها هو الجوال وبداخله الدرع لا أفهم شيئا كيف أتى إلى حديقتي؟ لماذا لم تخبرني بأنك سرقت الدرع يا زيد؟ اسموتي أياتها الحمقاء إنها تمزح أردت أن تستأثر بثمانه وحدك أليس كذلك يا زيد؟ قلت اسموتي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير قتادة ألن تأكل شيئا؟ الحمد لله لا أشعر بالجوع إنه طعام حلال لقد أثمرت النخلة بفضل الله وجمعت لك منها هذا التمر الطيب كلي أنت بالهناء والشفاء لماذا تعذب نفسك باللوم والعتاب يا قتادة؟ أنت لم تقل إلا ما رأيت لقد رأيت بالفعل طعمة يحمل شؤالا على كتفه أو خيل لي أني رأيته ألست متأكدا مما رأيت؟ مدام الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدان زيد اليهودي وحكم عليه فإنني أصدق الرسول وأكذب عيني ما الذي يحزنك إذن؟ قول رسول الله لي أني اتهمت رجلا من المسلمين دون بينة أحسن الظن بالله ورسوله يا قتادة ولا تحمل نفسك فوق طاقتها وقبل أن يشرق فجر اليوم التالي أرسل الله تعالى الملك الأمين جبريل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه قرآن يبرئ زيد اليهودي ويكشف عن حقيقة السارق ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا من يصدق ما جرى؟ أخرجت الدرع بنفسي من حديقة زيد كنا على ضلال يا أخي كانت قلوبنا تتمنى أن نبرئ أخانا المسلم فلم نستمع لشكوى البريء نعم تحكم فينا الهوى فكان من السهل أن نضل لقد رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصعد فوق المنبر ليبرئ أمرا ليس من ديننا فإياكم والظلم ولا تتهم الناس بالباطل لقد صدق الله والدرع لله أشهد أنني سأبيع هذه الدرع وأهيب ثمنها لإطعام الناس زيد أما زلت غاضبا مني؟ لقد شككت أنني سارق يا رحيل سامحني يا زوج رأيت الجبال بعيني مدفونا في خضيقتنا أتظنينني أسرق؟ لماذا لا تجيبين؟ ليس هذا هو المهم وما هو المهم إذن؟ المهم هو هذا الدين العجيب الذي يهتم بتحقيق العدل ولو على حساب أتباعي لقد نزل قرآن لأجل تبرئتك وإدانة المسلم ألا تفكر في الأمر؟ ماذا تقصدين؟ أعلن إسلامي؟ مستحيل سأظل في معاداتي لمحمد وأتباعه ما حييت وربي موسى وهارون إنما قاله محمد على منبر المسجد ونقله لنا الناس ليجعلني في حيرة دعك من الحيرة واحضري لما تبقى من لبن وعسل فإن اتهامي بالسرقة قد جعلني أشعر بالجوع إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون قلت لكم إن الكاذب يهلك صاحبه كيف بكم وقد كذبتم على رسول الله؟ سنبكي بين يديه صلى الله عليه وسلم ونتوسى لأن يسامحنا كنا نقصد أن نحمي سمعة العائلة ونمنع الفضيحة ونطفئ نار الفتنة بين الأوس والخزرج ها قد علم الناس بالحقيقة أن المسروقة من الأوس والسارقة من الخزرج ولم تشعل النار ولم تقم الحرب كما تدعون العدل وحده هو الذي يطفئ نار الفتنة لست أفضل منكم حالا لقد كنت كالشيطان الأخرس صحيح أنني لم أكذب في حضرة رسول الله لكنني كتمت عنه شهادة الحق يا ويلنا مما فعلنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون